بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت سيدات والسادة رجال ونساء الإعلام سعيد بين قائدكم في هذه الدول الصحافية التي تنعقد بعد انعقاد المجلس الحكومي وفيما يلي نص البلاغ الحكومي انعقل يومه الأربعاء 27 من جماد الآخرة 1445 الموافق لـ 10 يناير 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصصة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل 92 من الدستور وفي بداية أشغال هذا المجلس اغتنم السيد رئيس الحكومة انعقاد أول مجلس حكومي في السنة الجديدة للتعبير عن متمنياته أن تكون هذه السنة الجديدة طالعة خير على بلادنا وعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله مشيرا إلى أن هذا المجلس ينعقد على بعد يوم من ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تعتبر حدثا تاريخيا راسخا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال التي تعتبر حدثا تاريخيا وهي مناسبة نستحذر من خلالها انتقال بلادنا من جهاد الحرية إلى جهاد التنمية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله مما مكن من تغيير وجه المملكة ووضعها على سكة الدول الصاعدة كما أكد السيد رئيس الحكومة أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية على الخصوص وفي هذا الصدد تقاسم السيد رئيس الحكومة مع السيدات والسادة أعضاء الحكومة مشاعر الفخر والاعتزاز لقيام الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة يوم 28 دجمبر الماضي قبل نهاية سنة 2023 كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله ومرور العملية في أحسن الظروف بحيث استفاد منها مليون واربعة ألاف واربعمائة أسرة بغلاف مالي فاقة 524 مليون درهم وهي العملية التي حضيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma إلى حدود اليوم بما يقارب جوش فاصلة تسعود مليون طلب استفادة تتوزع على النحو التالي أزيد من 64% من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال المتمدرسين وغير الممدرسين فيما أزيد من 34% منها تتعلق بطلباتي من أجل الحصول على المساعدات الجزافية المقدرة بـ 500 درهم و 273 طلبا للحصول على منحة الولادة وفي هذا السياق ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد عشر دجمبر المنصرم ستتوصل بدفعتي شهر دجمبر ويناير في نهاية هذا الشهر مطمئنا عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حالة توفرهم على شروط الاستفادة وتنفيذ للتوجيهات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر 2023 أعطت الحكومة مطلع يناير رجالي الانطلاق الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية دعم السكن التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من دو الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن وتقليص العجز السكني وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح والرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع اسكاني وتحفيز القطاع الخاص وفي هذا الصدد أكد السيد رئيس الحكومة أن برنامج دعم السكن لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن حوالي 90% منهم لهم الحق في الاستفادة بالضبط 89% لهم الحق في الاستفادة وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية وفي هذا الإطار دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم إلى العمل على مواصلة العمل الدأوب ومضاعفة الجهود لاستكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض ببلادنا وعلاقة بموضوع التعليم جدد السيد رئيس الحكومة الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي مسجلا حرص الحكومة على الرفع من وثيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي توالت بدون انقطع إلى غاية يوم أمس وكذا التفاعل الإيجاب مع مطالب النساء ورجال التعليم معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية بما يخدم المصلحة الفضلة للتلميذ مشيرا إلى أن الجهود متواصلة والحكومة في الأشوات الأخيرة من هذه المشاورات من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظف قطاع الطربية الوطنية على أنظار السيدات والسادة الوزراء بمجرد أن يتم تدارس بعض النقطة الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية هذا النظام الأساسي الذي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي وفي الأخير وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة لأول مرة عطلة رسمية مدفوعة الأجر تقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة بخالص التهان لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة ولعموم المغاربة مشيرا إلى أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدا عنها تنفيذا للقرار الملكي السامي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوش 23-784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن طربية المواشي ببلوطة قدمه السيد محمد صدقي وزير الفلاحة والسيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات ويأتي هذا المشروع تنفيذا للإستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر ولا سيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030 والذي تم على إتره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن طربية المواشي ممتلة برئيس مجلسها الإذاري والجمعية الوطنية لمرب الأغنام والمعز ممتلة برئيسها بتاريخ 8 دجمبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن طربية المواشي ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكنه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم جوز 23 662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوز 1688 بتاريخ 21 من رجاب 1437 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موضفي إدارة سجون وإعادة الإدماج فقد تم تأجيله لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروعي مرسومين قدمتهما السيدة غيتام زور الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم جوز 23071 بجديد ترخيص الممنوح لشركة أوروبيان داتا كوم مغرب مشروع المرسوم رقم جوز 23072 بجديد ترخيص الممنوح لشركة سوريمار صارل وذلك بعدما أودعت شركتان السالفة الدكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلبا لجديد الترخيص الممنوح لهم وفق المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الخاص بهما الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدة إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس سنوات وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاربها العمل رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس سنوات تبتدئ في 19 يونيو 2023 شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة